الفقهية هل ان العمل المباح في نفسه اذا لزم منه تأذي من لا يجوز ان تؤذيه يعني ان تقصد ماذا اذيته هل حرام او قد واحد يقول نعم حرام ما دام هي ماذا وكما قال البعض قال ان الابوين اذا لزم من عملك المباح بل المستحب بل الواجب عليك انهما ماذا يتأذيان من العمل وان لم تكن قاصدا يقول لا يجوز مسألة فقهية ولكن سيد الخوي هذا مو مبنى عزيز ولهذا نحن ميزنا في محله قلنا بانه اساسا هل يجب ارضاء الوالدين او لا قلنا ان العمل في نفسه اذا كان قاصدا اذيتهما فهو حرام مطلقا اما اذا لم يقصد ذلك ولكن يلزم من عمله اذيتهما يحرم او لا يحرم لا يحرم انا اردر اصر طلبا مولا في العراق انتم تعلمون في النظام البائد اللي كان يصير طلبا مهدد ماذا بالسجن والقتل وكذا الابوان كانوا يوافقان او يوافق او لا يوافق يقول لا 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 اخاف عليه يجوز ان يروح لما يجوز يريد يروح الى فرع علمي في الجامعة ولكن الاب يريد انفرع هو يجد انه نفسه لا ينفع في ذلك الفرع العلمي واذا ذهب الى ذلك الفرع يتأذى الاب او لا يتأذى يجوز او لا يجوز وعشرات الفروع على هذا هذا فرع سيدنا ماذا تقول اقول ذاك بحث اخر فقط اريد ابين لك الجرع العلمية لاستاذنا وسيدنا الاستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه